معي مندر عبر الأقمار الصناعية مرسلنا محمد الحوراني محمد تطورات بآخرها وتفاصيلها معك تفضل نعم يسوم مساء الخير النظام ما زال يسعى ويحاول أن يتقدم إلى حيات درع البلد من عدة محاور سواء من محور المخيم أو من محور حي المنشية ولكن محاولاته تبوء بالفشل المعارضة الأمس أسقطت ثلاثين عنصر حسب تصريحات البنيان المرصوص قتلى من قوات النظام وتدمير عدد من الأليات العسكرية لقوات النظام كما أعنت أيضا غشة عمليات رأس الصفوف من الجهة الشرقية المحافظة عن تدمير عدد من الأليات لقوات النظام وإفشال مخططات النظام بالتقدم إلى أي نقطة من جهة مخيم درعا اليوم صباحا صعدت عمليات النظام السوري من قصف عنيف على عدة محاور في محافظة درعا ولسيما منطقة نصيب منطقة غرز أيضا بلدة عيمة وأحياء درع البلد حيث استهدفت أحياء درع البلد بعدد من الغارات الجوية وأيضا بيئة صواريخ الفير وصواريخ الأرض بالإضافة إلى أن قوات النظام قامت باستهداف بلدة عيمة بعدد من صواريخ الفراغية والارتجاجية بالإضافة إلى استهداف منطقة غرز هذه المنطقة التي تقام بين محافظة درعا وريف درعا الشرقي هناك تصعيد واضح من قبل قوات النظام بدعم جوي لقوات برية متعددة الجنسيات على الأرض تحاول التقدم وأحراس تقدم باتجاه المناطق التي خسرتها في الفترة الماضية خلال معركة الموت والمذلة أيضا هناك هدف آخر لقوات النظام الوصول إلى أحد المعابر الحدودية سوى المعبر نصيب الحدودي أو معبر الرمثة لكن هذه المحاولات حسب أقوال المعارضة هنا أنها ستصدى لهم وهي بموقف الدفاع عن المناطق التي سترت عليها سابقا في ضمن معركة الموت والمذلة وستمنع تقدم قوات النظام باتجاه مواقع جديدة نعم يسون شكرا لك محمد الحوراني على كل هذه المعلومات مراسلنا من درعا